السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم يا شباب أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو سوف نقوم بتجربة واحد من بين أفضل الحراس في لعبة الأفسي موبايل نعم أصدقاء بطاقة بيتر تشيك في لعبة الأفسي موبايل سوف نقوم بتجربته بأوفر 96 تخيلوا مع هذه البطاقة يارب أن تكون أسطوري يارب أن تكون جبارة لأنني كنت قد عانيت مع بطاقة أليسون كنت قد جربتها بأوفر 94 كما تلاحظون هذه الطاقة الخاصة بيخلونا نضيف له نقاط المهرة ونرى الطاقة الخاصة بأساطير معانا بيتر تشيك بأوفر 96 108 في الارتماء 110 في التمركز 98 في الامساك و109 في الابتدادات بطاقة جبارة طاقة خيالية لكن لكن أتمنى أن يكون أداء وأسطوري لأنني والله عانيت مع بطاقة أليسون بأوفر 94 هذه البطاقة واحدة من بين أسوأ البطاقة في حراسة المرمى كما تلاحظون فهذه هي النتائج التي عانيت من خلالها عندما كانت معي بطاقة أليسون يشبب بلاحظوا كثرة الهزائم كثرة التعادلات يعني من الصعب الأنتصر في المباراة بطاقة كانت سيئة يعني تخيلوا معي لو كانت بطاقة معي بطاقة فندرسار أو بطاقة مارتينيز أو بطاقة أوبلاك كنت قد صعدت لبطل افسي من دوزمان لكن أتمنى أن تراجعوا أنفسكم جيدا قبل شراء أي حارس مرمى سوف أضع لكم يعني فيديو غالبا غدا أو بعد غد حول أفضل خمسة حراس كنت قد وعدتكم به يا أصدقاء لذلك في حارس المرمى يلعب ضور كبير في الانتصار في المباريات الآن سوف نرى هل سيتغير شيء مع الحارس بيتر تشيك أم لا يا أصدقاء خلونا نلعب بعض المقابلات ونرى مستوى بيتر تشيك يا أصدقاء خلونا نلعب هذه المباريات الخاصة بحضة التوتي لأنني أعتقد أن فيها خصوما أقوية هذا الخصم سوف نرى الأوفر الخاص بأعتقد أن معه الحارس ياشين يا جماعة من هي التشكيل الخاصة بها؟ هل هي تشكيلة أسطورية أم لا يا جماعة سوف نلعب مباريتين في هذا النمط ثم سوف ننتقل له التويتج أصدقاء معه نويار وهو بأوفر 93 سوف نرى مستوى يا أصدقاء الكرة معاي بيلنغ هام بيلنغ هام إلى فيني فيني إلى غريمالدو غريمالدو إلى فيني فيني عن من تبحث تمرير عالمي يا مستحيل يا غابرييل سجلها وهو يعطي بظهره للمرمى يا أصدقاء الكرة مع الخصم هل يبحث عن التمريره؟ نعم يعمل غليتش الذي شرحته هذا الخصم يطبق الطريقة وكنتون يا رباه والله يعني الخصم بلعني الهدف بنفس الطريقة التي شرحتها لكم في أحد الفيديوهات لاحظوا خولي تلعي ملاق الكرة معاي الكرة مع غابرييل غابرييل إلى أكوشا 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 مر مستحيل يا أكوشا يا رباه يا رباه كيف أضعتها يا أكوشا يا عالمي ونهاية المقابلة خلونا ندخل يا أسدقاء ندخل التعمري يا جماعة هذا التعمري سوف يكون جبار في أرض الميدان ها هو حبيبنا يا ناس ها هو غالينا يا ناس الكرة معا كنتونا هل سوف يعمل الجليتش؟ أعتقد أنه سجلها مرة لن تكررها مرة أخرى لا 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 مستحيل بيتري ينقذنا يا ناس الكرة معا التعمري التعمري معا كفو مار التعمري مستحيل يمرر الكرة ليزن يزن مار يزن التسجيل يا رباه يا رباه ألف مبروك للنسام وانصلى قلوبنا معكم في النهائي يا عالمي الكرة معا الخصن هيا هيا كيف يكررها يكررها وبيتر يا عالمي تصد مستحيل الكرة مجدد المحاي جابريال هذا هو التعمري الحقيقي هذا هو التعمري ماذا تفعل؟ مار مستحيل يا رباه يا رباه والله يعني كثرة العارضة تشوف في هذه المقابلة هذا الخصم والله أصبحت أستمتع في اللعبة الكرة معا بيلينج هوم بيلينج هوم بيلينج هوم يا عالمي والانتصار شكرا لك يا أخي على الروحة الرياضية وخلونا ننتقل للمباراة التهنية يا جامعة خلونا نشوف من هو الخصم الذي سوف نواجهه يا أصدقاء يا رب أن يكون الخصم أسطوري معه 953 في الكؤوس نتمنى أن تشكون تشكيلته جبارة يا أصدقاء معه مولار ومعه بيتر تشيكا النسخة العادية والخصم بـ 92 سوف نرى مستوى بيتر يا شباب في هذه المقابلة يا رب أن يكون أسطوري في المباراة السابقة عملت صدي خرافي هل هي العارضية؟ هل هي العارضية بيلينج هوم؟ بيلينج هوم لن تمر يا بيلينج هوم والله يعني أسطورة الدفاع كارفايو والتعمري مجددا يمررها لزين زين والله يعني أوقفه المرضي ولكن للأسف يا شباب خلونا نكرر هي أسطير الكرة مع مين؟ هذا غارينشيا غارينشيا والعارضية والدفاع الدفاع الدفاع بلعني يا شباب خلونا خلونا نجي بري منتضا الكرة مع فيني 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 والتعمري يقطع الكرة جابرييل كما سجل عليه خطأ مسجل عليه خطأ دفاعي أصدقاء لكن خلونا نرد بالنا الكرة مع خوليت يا بيتر يا عالمي تصد المباراة تصد أسطوري من هذا الحارس يا رب خليني حتى أمضحك يا عالمي الكرة مع فيني فيني وزنيتي فيني لبيلنج هوم بيلنج هوم مستحيل مستحيل يا فيلي إتنالي إتنانه المباراة نارية الكرة مع فيني فيني ماذا تفعل أنت وكارلوس مستحيل يا فيني يا عالم يا عالم يا فيني يا رب على التمرير وعلى التسجيد الكرة مع خليط العرضية يا أسطورتنا الكرة مجددا مع غرينشيا غرينشيا والتفاع شكرا لك يا روديغار هذا روديغار من بين أفضل اللاعبين في اللعبية أصدقاء الكرة مجددا مع مولار آخر محاولة لا تقول العرضية آخر محاولة آخر محاولة لا تسجدها لا تتركوه لا تتركوه صفر يا حكم صفر يا حكم ما الذي يحدث والله أن لعبة الافسي موبايل السوء اللعبية شباب سجل عليه الهدف ومع ذلك انتهت المباراة بالفوز أصدقاء والله العزب العزب في هذه اللعبة يا جماعة الآن بعد أن تأكدنا من مستوى بيتر تشيك خلونا نلعب به مباريات في الهدهد يا ربي أن يكون حظ بيتر تشيك جيد وننتصر في المباريات من أجل الوصول لبطل فيفا معنا أول مباراة من هو الخصم الذي سوف نواجهه من هو الخصم من هو الخصم بأوفر خمسة وتسعون مع كونتونا مع فاندرصار يا ساتر مع كيليان والله شكلنا رح نخسر يا جماعة الكرة مع أكي أكي مرره لي بيلنغ هام بيلنغ هام يا فاندرصار يا عالمي قطع 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 بيلنغ هام يا رب والله المعاناة مع فاندرصار الكرة مع الخصم أكي يا عالمي شكرا لك على قطع الكرة الكرة مرتبة روح 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 يا عالمي هذا هدفنا هذا هدفنا يا زيدان أخيرا فكينا العقدة مع الخصم هل هي العرضية نعم العرضية والحمد لله نهاية المقابلة أخيرا انتصرنا بعد أن كنا نعاني مع الحارس نهاية المقابلة خلونا ندخل المقابلة الثانية بالنسبة للمقابلة السابقة فلم أضع لكم لأن الحارس بيتر لم يعمل ولا تصدي فيها لذلك هذا الخصم مع مليون في الأكؤوس أصدقاء سوف نرى تشكيلته يا جمعة سوف نرى المستوى الخاص بهذا هو جيد أم يلعب عرضيات يا ساتش التشكيلة بـ 95 مع خورتوا ومع كيليانو مع فيني بطاقة الدهبية بتيت بتيت إلى زيدان 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 وكانت برشوت برشوت إبلع يا خورتوا هدف عالمي من زيدان الكرة مع الخصمة صلاح 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 إلى وين إلى مدريت مدريت شوكيليان يا ساتش الكرة مع بتيت بتيت خلينا نبحث عن طلوع في جfrei اللعقة إلى أكوشا أكوشا هدفنا يا أكوشا مستحيل كيف أمر هيا أكوشا يا العالمي يا العالمي هدف خارق من عالم آخر الكرة مع الخصن الكرة يمررها الكرة يلقانت وديفها شكرا لك يا كارفايو والحمد لله المباراة التالتة على التوالي انتصرنا فيها بفضل هذا البطل يا أساطير الحمد لله الحمد لله خلونا ندخل للمباراة الرابعة ونرى هل سوف نستطيع الانتصار فيها أم لا يا شباب لمن شيء يتابعني دائما فسوف يعرف أنني من الصعب الأخسر مباراة أو ثلاثة مباراة على التوالي لأنه إذا كان معي حارس قوي فسوف أنتصر بالتأكيد أصدقاء من هو هذا الخصم بأوفر 95 مع تيرش تيغن ومع ليفا ومع ريبيري ومع بوليطانو ما الذي سوف نفعله في مواجهة هذا الخصم أرض الميدان فقط هي التي سوف يخبرنا هل سننتصر أم لا الكرة مع بوليطانو 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 صعب أن تمر مع هذا المدافع الكرة مع ليفا ليفا وبيتيت يا أسطورة الكرة مجددا مع جابرييل جابرييل مار من روديغار مستحيل يا جابرييل والله يتفلى على المدافعين والدفاع يتدخل يا شباب أعتقد أن العرضية العرضية لا تقول العرضية بل عن بل عن يا بيتر يا أسطوري والله تصدي المقابلة هذا التصدي من الصعب أن يعملوا أي حارس في اللعبة يا شباب والله تصدي العرضية خارقة يا ساتر الحمد لله مرت سلاما يا أصدقاء بفضل بيتر يا أصدقاء استطعنا أن نتعادل في هذه المقابلة المهم أن لا نخسر لأننا نمتلك واحد من بين أقوى الحراس المباراة الخامسة على التوالي سوف نرى هل سوف نستطيع الحفاظ على النتيجة الإيجابية أم سوف نخسر يا جماعة هذا الخصم سوف يكون بـ 93 أعتقد يا جماعة سوف نرى التشكيلتها بـ 94 مع كليان مع شوغر مع السيش مع صلاح مع فيني يا ساتر هل سوف ننتصر أم لا يا جماعة أتمنى فقط أن لا يعرض يا جماعة الكرة مع الخصم الكرة مع روبيرتو كارلوس روبيرتو إلى فيني 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 بلعنا 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 يا جفاع شكرا لك يا مدافع والله الخصم كلها تلعب عرضية صعب صعب الانتصار الكرة مع فيني 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 هذا هو التعمر يا جماعة هذا هو التعمر الخاص بي يا ربطه يا فيني إلعب العرضية وبلع يا أبو عرضية الكرة مع استرشكوف مر مر العرضية يا روديقار لا 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 الحمد لله الحمد لله ماذا تفعلون ماذا تفعلون خلينا نهديها مع بيتر هذا بيتر منقدنا هذا بيتر حامي عريننا يا جماعة الكرة مع غريماندو غريماندو إلى جابريال جابريال إلى زيدان زيدان يا بيتر أنقذوا في آخر اللحظات الحمد لله انتصار آخر ينضاف لقائمة الفوز الخاص بي وكما تلاحظون في نهاية المقابلة الآن سوف ننتقل لآخر مقابلة أعتقد يا جماعة هذه المقابلة سوف تكون هي الأخيرة هذا الخصم معه مليون يا شباب من الكؤوس سوف نرى مستوى مع ترشتيغن في حراسة المرمى أساطير ومع هالند مما أن مع هالند سوف نبلع عرضية أصدقاء وكذلك بس يا جماعة سوف نرى مستوى يا أصدقاء متأكد مئة بالمئة أنه سوف يلعب عرضيات سوف نرى ماذا تسفع الكورة مع بيست 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 هالا هي العرضية نعم 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 عرضية شكلنا رح نبلع يا أصدقاء خلونا نهجي كورة الكورة مع أكوشا أكوشا إلى زيدان روح يا جابريال روح يا جابريال روح يا جابريال يا ربه مستحيل التعادل بالسرعة يا أصدقاء الكورة مع الخصم مجددا الكورة مع بيست مر كيف تركتم له المساح يا جماعة كيف تركت له المساح يا شاشر على هالند والله معاناة معاناة لاحظوا هالانديو عرض يا جماعة والله هالانديو والله منوف لاحظوا ماذا يفعل اكبر نوب اواجهه في اللعبة لحد الساعة يا جماعة واسف لك يا صديقي والله انك اكبر منوف في اللعبة الكرة مع فيني 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 لقابريال كيف تمر يا قابريال يساتر عليك يا قابريال هكذا تسجل الاهداف الكرة مع بيست والله هنا لك قليتش في اللعبة لاحظوا كيف يرتطمون اللاعبين فيما بينهم ويطركون لهم مساحة الركض والتسجيل يا ساتر على هذا الخصم أكبر من نواب وزيوه يا جماعة الكرة مع غابريل غابريل أرجوك التعادل أرجوك التعادل يا ساتر على التعادل في آخر الدقائق الكرة مع فيني رح يعيدها رح يكررها رح يكررها بيست ماذا يحدث ماذا يحدث يا جماعة لاحظوا الصدمة فقد الاتصالي يا أساطير والله إلا أعلم هل سوف أنتصر في هذه المقابلة أملة لكن ماذا أقول لكم يا أساطير خلوني أخرج ثم أتحدث لكم عن بطاقة بيتر تشيك يا جماعة وسوف أعطيكم تقييم الخاص بهذه البطاقة فبالنسبة لي يا أساطير ماذا أقول لكم عن بطاقة بيتر تشيك بطاقة جبارة يا أساطير أفضل بكثير من بطاقة أليسون الأربعة وتسعون لكن بطاقة فاندرسار أفضل منها بكثير خصوصا في الأرطو وكذلك في التزديدات البعيدة بالنسبة لي فبطاقة بيتر تشيك سوف تساعدك في العرضيات لأنه يتصدى لكثير من العرضيات كذلك بالنسبة لهذه البطاقة في الانفراضة جبارة يا أساطير كذلك في الارتو يمكن أن يتصدى لبعض الارتو لكن في المجمل تسجل عليه أما بالنسبة للباورشوت كذلك يتصدى لبعضها لكن في المجمل بطاقة بطاقة سوف تكون جيدة معك يا صديقي إذا أردت الاعتماد عليه وتدريبه أنصحك بشرائه والاحتفاظ به يا أساطير لا تنسوا يا أصديقاء سوف أضع لكم فيديو غدا أو بعد غد تحول أفضل خمسة حراس سوف أضع لكم أفضل الحراس بالنسبة إلي وهذه الترتيب سوف يتضمن بطاقة بيتر تشيكو كذلك بطاقة فاندر سارة جديدة لذلك انتظروا الفيديو القادم وشكرا لكم على المشاهدة يا أساطير